مساء الخير عليكم جميعاً، إزايكم يا أمامير، أخباركم إيه؟ يا رب بتكونوا بخير النهاردة إن شاء الله حنحكي عن علامات عامة بتصير شوية الشك والتعب كده بتحصل للروحاني بعد الصحوة الروحية طبعاً كل شخص بيكون له علامات خاصة بيه، لكن في علامات بتكون مشتركة ومعروفة ودي اللي حنتكلم عنها طبعاً ممكن الناس العادية يكون عندها كام علامة من دول عشان فيه متابعين حيقولوا إحنا مش روحانيين ولا حصل لنا صحوة ولا أي حاجة وعندنا كم حاجة من اللي انت قلتيها لأ هو الطبيعي كل العلامات اللي أنا هقولها تكون موجودة مش كم حاجة بس زائد علامات تانية فردية خاصة بكل شخص الروحاني مبدئياً مش شرط يكون واحد بتاع أوراد ممكن يكون واحد بيطور من ذاته وروحه الفاكرة إن الأوراد والخلوات بتساعد على تطوير الروح أسرع ودايماً الكلام النوراني اللي مصدره ربنا سبحانه وتعالى بيهزب الروح بطريقة أجمل وأفضل من الشخص اللي قاعد بقى بيتطور باكتهاد ذاتي أو اللي بيتطور بسبب الخبرات الوحشة في حياته يا سلام بقى لو اكتهاد ذاتي وخبرات مش حلوة وكمان أوراد وتقرب لله ده بقى بيكون سوبر روحاني فجأة بيتعرض الروحاني لصحوة كده في أي مرحلة من عمره مش شرط إن هو يكون كبير في السن لأ ممكن يكون صغير وتحس كده كأنه فأمن غيبوبة كأنه كان لابس نظارة عليها ضباب وغيامة وخلحها ولابس نظارة نقية ونظيفة وده بيكون مثلاً في يوم فجأة كده لأى نفسه كده أو خلال أسبوع بتكون فترة قصيرة قوي بيصحى فيها فأول حاجة بيبدأ الروحاني البعد عن التجمعات الكتير أو الزحام هو مش بيحب الطاقات الكتير المتجمعة جنب وعد حفلات بقى أو غيرها معادش بيستحمل زي الأول تاني وأهم حاجة بيقوم سايب الناس اللي مش على مستوى التردد الطاق المرتفع بتاعه فجأة ولو فيه ناس متعلقة بيه قوي بيختر عليهم حجة ويسيبهم لأنه فجأة بيشعر أنهم فيهم جزء سلبي وسام كتير وبيسحبوا من طاقته بشكل استنزافي حتى لو هم قاعدين ساكتين ومش بيضايقوه يعني حتى كمان لو بيكلموا من دولة تانية هم بيعرفوا يمتصوا طاقته كويس أو هم اللي بيسيبوه فجأة هم بيحسوه اتغير وبقى واحد تاني فبيقطعوا معاه وفجأة برضو بيلا أسباب وبيلا أهدف طب حتقولوا ما هو ممكن اللي قطعوا معاه دول هم الروحانيين مش العكس أنت بقى بتعرف الفرق من خلال حياتهم هو اللي قطع الروحاني وسابه ده واحد يعني اتطور في حياته وبقى ناجح وبقى اتطاقته نضيفة ولا 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 زي ما هو لأن الروحاني لما بيبعد بيكون على أعتاب تطورات ممتازة من حياته فلو الشخص اللي بعد عنك ده هو اللي اتطور وبقى أحسن يبقى أنت تعرف أنه اللي روحاني مش أنت مش بس دول كمان الناس اللي تقطها مش نورانية يعني اللي ملهمش مصدر مثلا إلهي يهتم بي ملهمش علاقة قوية قوي بربنا وكلها مهم الدنيا والمديات برضو مش بيقدر الروحاني يتعامل معهم زي الأول ممكن أخره يتعامل مع مصالح في الشغل لكن أنه يقرب بقى منهم زي زمان كأصدقاء مثلا أو كده لا خلاص ما بقاش بيستحملهم لأن نظرتهم بتكون قاصرة جدا في حدود دايقة هو ما بيقدرش يتحملها الروحاني بيمر كمان بتغيرات نفسية صعبة جدا فأغلب الناس مش بيقدروا الحساسية دي بل ممكن ييجوا عليه أكتر أو يدايقوا أو يشوفوا مثلا كداب أو أنه بيمثل أنه بيمر بصعوبات الموضوع كل ما فيه أن الـ DNA بتاعه اللي هو الحمد النووي بتاع الروحاني بيتغير فجأة مزاقه للأكل بيتغير نظرته للحياة وللناس ولنفسه بتتغير معتقداته بتتغير أحاسيسه بتكون مرهافة أكتر وغيرها من الأعراض كأنه من الآخر بيتولد من جديد فبتكون التغيرات دي واضحة وبين عليه علامة بقى مشتقة ومعكوسة من ده كله أنه بيجد عائلته الروحية يعني يبتدي ينجذب لناس معينين وبيعرف يلاقيهم وهم ما يلاقوه يا من خلال نت بقى يا في المواصلات يا في الشارع وبيعرفوا بعض من النظرة الأولى يبدأ يحس أن ده المفروض يكون صديقه أو أخه وأول ما يتكلمه يحكوا في حاجات كتير متفقين عليها والكلام ده بيكون بينهم طويل يعني تلاقي المحادسة كده بينهم طولت وأخذت مثلا ساعة ولا حاجة ومن خلال الطاقة المتشبهة بيبدأ يجذب ناس شبهه من كل الأعمار وبكده ينتمي لعائلة روحية جديدة العائلة دي كل طرف فيها ممكن ما يبقاش عارف التاني العائلة دي كمان بتعوضه وبتغنيه وبترفعه عن بقية الناس اللي ترموا وتشالوا من حياته علامة كمان أن الروحان بيبدأ يفضل ارتداء الملابس الغمأة أو الأسود هو بيكون عنده استشعار طاقي كده جديد وإحساس مختلف أن الأسود طاقيا بيمنع انتصاص الطاقات السلبية من الكيانات الظلمية فتلاقي مثلا أغلب الرهبان أو حتى المشايخ يلبسه أسود أو بني غامئ حتى الساحر بيلبس أسود عشان يحمي نفسه فالناس بتعتقد بقى أن الروحانية ده بقى كائب وممل علامة تانية أنه ما بيبقاش قادر بشكل عام أنه يبص للناس في وشهون وما بيتكلمه هو مثلا يفضل ما يبصش في الشخص وهو بيتكلم لكن يفضل أنه هو يلقي نظرة سريعة عليه من وقت للتاني يحب مثلا هو بيتكلم مع شخص اللي قدامه يبص في الموبايل أو في الناس اللي حواليهم أو في الأماكن لكن يفضل مركز في وشه اللي قدامه لا لكن هو يعمل إيه؟ يلقي نظرة سريعة كده من دقيقة للتانية دي العلامة بتفرق جدا عن الانطواء الاجتماعي أو مشاكل التواصل الاجتماعي فيه فرق كبير يعني فيه نسخ لقتها أصلا ما عنداش تواصل بصري لكن العلامة دي بتكون جديدة وطرقت على حيات الروحاني اللي ما كانش كده أصلا وفجأة أصبح كده والسبب إنه بقى بيسمع للطاقة بتاعت الشخص التاني وبيحسها الأول هو بقى بيسمع وبيتلقى الكلام بشكل مختلف عن الأول وساعات كتير جدا بيكون الكلام بتاع الطرف التاني مقنع بس الروحاني مش راضي يبص في وشه عشان عارف إن الكلام اللي بيتقال ده مش صح ولا مقنع ولا أي حاجة فمش عايز يبين للطرف اللي قدامه إنه كشفه من نفس الأمر فيه حاجة تانية مشتقة إن الروحاني ما بيبقاش عايز الناس تبص عليه أو يتمعانه النظر فيه وبالتالي بيبعد عن لفة الأنظار والسبب إنه أي حد يبصله بيسحب من طاقته هو الروحاني بيكون طاقته كده زي ما بيقوله على كافة عفريت يعني بتكون مرهفة وحساسة قوي أقل نظرة أو أقل نية فيها استنزاف طاقي مثلا أو انطباع وحش أو حسد أو أيا كان هو بيحسها وبتأثر عليه بالسلب فيبدأ الروحاني يلبس حاجات مثلا عادية مهرجلة شوية لا مش معناه أن هو بيقلل الاهتمام بالنفسه بس حاجات مش ملفتة أو يمشي في أماكن ما تخليش حد ياخد باله منه يعني مثلا ده بيبن في البنات أكتر ممكن لو بنت ما تلاقيهاش بقى تبقى زي زمان يعني تلبس بقى زي زمان ألوان وكده لا أو تلبس مثلا ديق لا أو تحط ميكياش صارخ لا هي بتحتفز بأنصتها آه لكن بتبطل تلفت الأنظار تماما وبيبقى عندها فرق يعني مش شرط أن أنا عشان أكون أنسة جميلة أن أنا ألبس محزق وديق وأن أنا أحط ميكياش صارخ لا خالص مفيش الكلام ده هي بتحس براحة لما بتبقى بعيدة عن لفت الأنظار وكمان مش بتحس أنها مرتاحة لما حد يتفرج عليها حتى لو كانوا صحبتها البنات اللي هي متعودة عليهم أو حتى لو كانوا أهلها من ضمن العلامات برضو أن الروحاني بعد الصحوة بيبطل كل حاجة سيئة كان مدمن عليها بيبطلها فترة قصيرة جدا ده تطور حلو لكن بسبب له نوع من جلد الزيت لما بيقعد مع نفسه بيقول إيه ده إزاي كنت مش كويس كده إزاي كنت بعمل التصرفات دي طب أكيد في ناس كانت متضايقة مني أكيد في ناس تقزد بسببي طيب هل ممكن تجيلي كارما سلبية وأتعاقب ويفضل في حرب نفسية طول الوقت فيقرر يا إما يختفي عن الناس عشان ينسوا شخصيته الأديمة يا إما يصارح الناس اللي هو حاس أنه ضيقهم وأغلب الناس اللي هي غير سوية من جواهم وغير متسامحين وغير سلكين لما بيشوفوا الروحاني بيعتذر وبيعترف بيقطموا ويكسروا فيه كل فترة يعني أول ما يحصل خلاف يقولوا له فاكر لما أنت كنت بتعمل فينا كذا كذا وإنت اعترفت أنه أنت كنت بتعمل كده أو يمنوا عليه أنهما مستحملينه وإحمد ربنا بقى أنه إحنا بنكلمك رغم غلطاتك معنا زمان أو يحسسوا بشكل غير مباشر أنه شخص غير مرغوب فيه بس بنتعامل معك يعني عشان خاطر العشرة وخلاص يا عم الروحاني بيحسسوا أنه المفروض يندم على اعترافه فيعيش الروحاني نوع تاني من الإزلال لكن برضو مش بيندم على اعترافه لأنه هو اعترف أو اعتذر ليهم عن أي أخطاء قديمة عشان يرضي ربنا ويرضي ضميره أولا وأخيرا وفي النهاية بيبعد عن إزلال الناس اللي بيبتزوه عاطفيا طبعا من العلامات المهمة التقلبات المزاجية الحد يعني إيه الحد دا؟ يعني هو مثلا قويس دلوقتي بعد ربع ساعة تلاقيه مخنوق ومش طايق ساعة كمان تلاقيه بيتفرج على حاجات بتتحكه ممكن أنت ما تلاحظش التقلبات دي عليه إلا لو أنت قريب جدا منه دا طبيعي كله في مرحلة الصحوة الجسم بيتغير في البرمجة بتاعته الصداع المستمر بدون سبب عضوي والطنين والأوجاع وأي أعراض ملهاش دخل بنقص الفيتامينات أو الأمراض كلها أعراض مهمة مصاحبة للمرحلة دي لأن الجسم بيأهل نفسه لاستقبال طاقات أعلى من الكون عشان يفضل في تطور مستمر في حاجة بقى برضو مهمة جدا أنه الطاقة الجنسية عند الروحاني بتقل لأنه بيكون عنده طاقات أعلى مش معنى كده أنه وحي بقى بارد أو أنه وحي يكون شخص منعزل لا بس هو خلاص بقى متشبع طاقين بحاجات تانية أعلى روحانيا فعشان كده بتبتدي الطاقات المادية عنده ما يهتمش بيها ما بقاش محتاجها زي الأول طبعا فيه أعراض تانية كتير زي مشاكل في الشعر والجلد وبالنسبة للستات فيه مشاكل بتحصل في الراحم فجأة أو المعدة وغيرها لكن أنا مش عايز أطول أكتر من كده حاجة أخيرة وطبعا مش أخيرا خالص بس أنا عايز أقول لكم أنه فيه كورس روحاني طاقي مجاني في التليجرام ورابط القناة بتاعة التليجرام فيه صندوق الوصف بتناول شرح سلس لأسرار وحاجات تانية كتير وأوراد وعلوم طاقية وفلكية لكن الكورسات الروحانية لمن نوع التقيل زي أسرار الحروف والأرقام والجفر والكواكب وغيرها مش بتكون مجانية لأن هي مختلفة فكريا والمستوى أعلى ولأنها عايزة ناس روحانية بجد و بتحب العلم وبالنسبة لإستشارات الانستجرام المجانية مع فريق العمل اللي هشروطها برضو في صندوق الوصف واللي مش عارف هو فين صندوق الوصف فهو الكلام اللي تحت العنوان بتاع الفيديو أشوفكم على خير إن شاء الله ومع السلامة